فرحة لم تتم ومهرجان رياضي استحال مأتما سرق ملامح الفرح من وجوه العراقيين بعد سقوط عشرات الضحايا من المشجعين نتيجة الصدام والتدافع عند بوابات الملعب في مدينة البصرة حادثة مؤلمة أبت إلا أن تكشف الإهمال الحكومي وسوء التنظيمي لبطولة خليج 25 في مدينة أريد لها أن تبدو متطورة ضمن محيط يحدده جذار يعزل الملاعب عن المشهد الحقيقي المسوي لمدينة البصرة من عشوائيات سكانية وانهيار للبنى التحتية وغير ذلك من الكوارث التي تعصف بالمدينة منذ عدة سنوات هذا السياج العازل بني بتكلفة كانت كافية لإصلاح أوضاع الكثيرين ممن يسكنون العشوائيات ويفتقدون إلى أدنى الخدمات ولا يجدون لقمة عيشهم وشربة ماء صالح للشرب وبحسب بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن هذا المصاب الجلل الذي حل في البصرة فإنه يكشف بكل وضوح عن عدم التحضير المناسب للبطولة وهو أمر ليس مستغرباً بل هو معتاد من حكومات الفساد في العراق وإداراته المتعاقبة ويكشف كذلك عن المبالغات التي روجت لها حكومة السوداني وإدارة محافظة البصرة التان لم تتمكن من معالجة موضوع دخول الجماهير للملاعب مع أن المشكلة كانت معلومة ومعروفة منذ اليوم الأول للبطولة والأدهى من ذلك كله أن هذه الحادثة المؤلمة تكشف مدى استخفاف الجهات الحاكمة بأرواح المواطنين العراقيين وضيوف البطولة ما جرى اليوم يقتل كل فرحة صنعها الشعب العراقي وعاشها خلال الأيام الماضية ليعود العراقيون بعد ذلك إلى واقعهم المأساوي ويكابدون عناء الحياة التي يعيشونها منذ عشرين عاماً بينما تواصل الأحزاب صراعها على المناصب في أروقة المطامع الحزبية والطائفية